بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله مخلوقات الله كثيرة وفي كل مخلوق هناك آية تشهد بوحدانية الله وتشهد بأنه لم يحدث أي تطور عبر مليارات السنين انظروا أحبتي في الله إلى هذا المخلوق المادة التي صنعت منها قرونه مادة عجيبة جدا التركيب المجهري داخل هذه القرون يعني شيء عجيب والله أيها الأحبة لها صلابة هائلة ثم اتصال هذه القرون بالجمجمة تستطيع أن ترفع أسدا مثلا يزن خمسمائة كيلوغرام فيتحول مثل الريشة يطير في الهواء يعني انظروا حتى أن العلماء حتى الآن يدرسون جمجمة هذا المخلوق هذه الجمجمة الرقيقة كيف تتحمل وزن الوحوش الكبيرة فيرفعها بكل سهولة عظام الرقبة وعضلات الرقبة لديه قوية جدا هي مصممة لحمايته أخي الحبيب تصميم مثالي لحماية هذا الكائن لأنه وجبة شهية لمعظم الكائنات المفترسة مثل الأسد والنمر وغيره والفهد ومخلوقات كثيرة بما فيها الذئب والثأ وكل المخلوقات والضبع يسعون لهذه الوجبة الشهية من أجل وجود توازن بيئي مناسب الله خلق هذه القرون القوية جدا وعطاها تصميم مثالي لكي يحفظ نسل هذه الكائنات فلا يجعلها تنقرد إذن لو لا هذه القرون انظروا ليس لديه أي أسلحة طيب الله عليكم هل الطبيعة هي التي جهزته بهذه القرون وأين هي الطبيعة أصلا هل الطبيعة هي التي عرفت احتياجات هذا الكائن والله لا أجد أفضل من الوصف الإلهي في قصة سيدنا موسى عندما ذهب إلى فرعون قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى صدق الله العظيم